اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشرافة والنزاء في الجيش بل يمثل العصابة وهو فرد من أفراد العصابة ولو لم يكن كذلك لما عينه المحنط السعيد خوه نائبا لوزير الدفاع لأنه عنده زوج المناصب القيطحان بقرة الأركان عنده المنصب العسكري وهو قائدا لأركان الجيش وعنده منصب سياسي وهو عضو في الحكومة بمنصب نائب وزيرا للدفاع حتى لا يهفوكم خوتي وما يخدعوكمش هو ديجارة في الحكومة ديجارة في الحكومة القيط صالح ليس في الجيش فقط وإنما في الحكومة نائب وزير الدفاع والوزارة محسوبة للحكومة وما حكومة محسوبة للجيش بما يهفوكمش الخورد هذا الصحاب الأطاقون هذا البلوك فهمتوا خوتي محسوبة على العصابة وطرف من العصابة وما حلو مع القيد صالح وما حلو مع ابو تعويقها من الحيث يأخذوا تفليقة ومعها القيد حمار الأولى كان معها قنيزية عبد المر القنيزية الذي بعد الروترات رسلوه لسويسرا لإعسلهم ليكونت بونكارتا وحهم والمصالح تاحهم في سويسرا وبعدها جابوا البغل صالح الجندي الجاهل أما الجيش لا تخباوش مراهم لأنهم أكثر متضررين هم أخوتنا الجنود ليكوننا ندافع على الجنود وندافع على الكابرانات والسراجن 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 وحتى صغار الضباط وين كنتم تومها كاش حدثوا أحد اليوم يجلب لكم المادة ميوذني لتخدمكم وتخدم العصابة قاعدوا يتدافع عليها الذوبة بالمخابراتي طبخة طبحتوها ودرستوها وفوتوها وقلتوكي باش نسوق وركم تحاولوا تسوقوا فيها شخص خلاص إذا المادة 102 تمس كل العصابة كل العصابة بره كل العصابة قالها 102 في جبتها وقولها سرح هو يب مشكل أما باش المادة 102 تبقوها على المحنط وتبقوا أنتم متخبيين مورا وحدة أخرى قاعد يجيبوه مورا وحدة أخرى نبدأ منظره جديد ونحن لم يكن لدينا مشكلة نبقوا سلميين لم يكن لدينا مشكلة أنا سلميين من الأول بدناها معكم سلمية ونكملين سلميين أما بعد ديرونا العفسة عليكم بالكارطة المجاهدين والخرطة اللي كنت تخرطوا علينا ونتم قاعد حرك وقاعد لكم نصونا أنتم فرنسيز وقاعد لكم سكاني في فرنسا وقاعد لكم امتيازات في فرنسا في الداخل وبره عباكم بالكارطة ميتة وعباكم بالليجيوني سكرهم منكم وكرهم الخرطة من المجاهدين وخذب أن المجاهدين كاملا نفيتهم وقتلتهم وعدمتهم وغير الحركة أولاد الحركة واحد قابل ضد إعلام والأخر قابل السياسة غير الحركة ولد الحركة في ولد الحركة عرفت بالكارطة ميتة أروحت ضدت خبو مور عناصر الجيش اللي هم القايد صالح وكل الجنرالات وبما فيهم المخابرات على القوى الإقليمية المخابرات المزدوجة الدولة العامقة على المجرم القتال توفيق وكلابه النائمة اللي استيقظت الآن والخردة على الترطاق كلكم بما فيكم الجنرالات على الخردة والله لا تساو حتى ربطة حذاء جندي جزائري والله لا تساو حتى الكردون الرجاس جندي جزائري اللي راح مسكين يتلاوح في الحدود وتلاوح اليوم راكم بيتخدموا باسمهم وتتخباوا موراهم وأي واحد يتكلم على فساد الجنرال يقول الجيش خط أحمر ايه يا لابن هذا خوتنا متفون هذا خوتنا وكبروا معنا هذا لم يجيش من كليب ديبا وما جايش من موريتي هذا خوتنا وكبروا معنا هذا خوتنا وكبروا معنا وشافوا معنا الميزيرية وشافنا معهم الميزيرية خوتنا قاع كبرنا كيف كيف أما هذا العصابة لا دين لها ولا ملة جنرال واحد من ضمن العصابة اللي هو بوجمع أبو دواور يخنتو ما قلتو بللقينا في دارة 800 مليار صنتيم هذا واحد العلم في الجزائر كان أكثر من 450 جنرال هذا واحد لقيته في دارة 800 مليار واحد يحسب ها 450 كل واحد حتى قل 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 ما ترقوش ما ترقوش كيف ما ترقوش ما ترقوش دواور 5000 6000 مليار هذا كلها واحد هذه ما فيهاش شكع واليوم ما ترقوش الالكتروني الفوحة الفوحة الالكترونية فأقولكم أنه لم ألم حاجة نمي فمتاج لازم تفهموا باللناس حتى تصرعوا مليون خالية وتحلوا مليار حساب فيسبوك وترقوش الناس فيقتلكم يا الحمير يا الحمير يا اللي راكم قاعدين ما زلتوا تمشوا بعقلية البغال الشعب فاق لكم أفهم يا البغل بل الشعب راه فايق مهما تدير ومهما تحوص ديفي وتحوص لعب لها من ومن وتلعب لها العاطفة وتلعب لها الشعب فايق خلاص احنا اصلا شعار تاعنا الجيش شعب خوا خوا كيف نقول كلمة الجيش هم العناصر تاع الجيش وليس رؤوس الفساد احنا ما نضرب الشيطة اللي جينيرو احنا ما نقول جلق صالح فيه نقول التوفيق فيه زعيم زعم وهم رضهم زعم لا احنا نوضح للناس بل هذو مرتزق أو سراقين هذي بحي نجيبوها لكم ملاخر الجينيرو التوفيق مجرم وقتال اكثر من اللي نهب الاموال قتل الشاعر قتل الزوولة بنسبة الاموال اللي سرقوها الجينيرو للاخرين بلما تكلموا الخردة بلخير في دار الحق وهذا يكون مباشر بجهنم ان شاء الله هو والعمار اسماعيل والعمار محمد ولي يبقى وهذا الحاليين كيف كيف هذو الحاليين غير ما جاءتهم فرصة لما كنت جاءتهم فرصة ونطح الوقع الشعب كما التوفيق من هم وإليهم جيز ويداعس وتضرب لهم في البروصة عجب أنتكار للتوفيق الحاجة التي دهجتني لم يكن تصور لم يكن بعد نرى في الصور للحراك نرى الناس محي ركبت الموجة إنه جاءت بابور وقعدت تمشي فوق الموجة هذه لقينا هذه المنتجة التي خرجنا لها فضائح كارثية والتي اعطاعت أكثر من مليون أورو ل هذا دي بارديو الذي يتعلم به ذلك أحمد باي شكالة عدراهم من أموال الشعب من وزارة عز الدين مفروع ميهوبي اللي ما قيتها غايض هالحال وشفناها في الاحتجاجات غايض هالحال ما فهمناش بالليسومة قليلة هي ما الله يرمنه وبهو هي زوجة ضعبت في المخابرات كما عرفت هذه منتجة فيهم الخلدة الكيميائية أموال 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 هذي سعيدة نقزة ولو اسمها نقزة ول زبلة أموال 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 كانت بالأمس سعيدة نقزة جنيرا التوفيق في اليوتيوب شوفوها كانت قولهم نروح نحبي جونو طرومبي عند سيد هالتوفيق واليوم مراه يقتلك أنا نظر شوفو احنا في الوقت الحالي مراه مش بغير ركزو عليكم احنا ركزو علي الناس اللي لتحوست مرسي أما انتم ما سهل اي مواطن اكتب اسمك في جوجل يجبط لقاعد جد 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 كل جبته لقاعد الرميط عمصار هناك يجبط لك من جوجل واليوتيوب الناس اللي 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 راهي تعلم مخابرات الخردية اللي يمحلوا في الي كونت اسم النساء وهم مغلطوش كدير ما احترامتنا الخاوتنا وخياتنا واما هاتنا هذا يعني عاب هذا المخابرات عاهرات مهمش ابن الفاميليا ولا انساء حراير ولا ميحقوش انساء حراير حتى في رجالهم في سبابتهم لان متزوج بهم والحمام متزوج بهم والحمام متزوج بهم الفواي والمتع البوليتيك المهم حالين ديفو كونت وحالين بكدا ويقول اوه مؤسس العسكرية مؤسس العسكرية والجنود أخوتنا اما احنا ندافعوا على الجنود والكاميران انتم تدافعوا على سيادكم اللي هما الجنرالات اللي راهم متزوجين بكم فهمتوا يا ظروك يا مخابرات الخردة ولا ما فهمتوش احنا ندافعوا على الزواولة اللي في المؤسس العسكرية ويا ما افتحنا ملفات افتحنا ملفات كارثية اموال الجنود المنهوبة اموال الكابرانات وذوي الحقوق والمعطوبين والمتقاعدين والمشطوبين والمتعاقدين اللي هم كنت راكتي لزدتهم 4 سنين ما دافعتوش عليهم هادوك ادافع على سيدك صالح ومشكلة كون ادافع على سيدك صالح هذا بعدها قال هذا الصحراء يدافع على رجله حلال بنا بل رجلكم القيد صالح هذه معروفة مخابرة الخردة متزوج بهم القيد صالح هذه معروفة مشكلة كون تدافع على ولاده احنا نحطوه في ملفات على ولاده وجي تقول لي مؤسسة عسكرية خط أحمر شا دخان فيها فيها يقول لك عادل ومتدها حتى الالجي من عنابه كسل رحلة زائر وزيت الصافارات في الخارج والسيارات تعال الصافارات والشوافرة تعال الصافارات في الخارج يزيستنهم في المطار أصبحت تحت تصرف ولد بغل الأركان زيد بنا ما نقول ولده الثاني ديدو اللي هو بومدين بومدين احمد القايد المتورط في اغتيال والي ولاية عنابه محمد موني بصنديد من أجل ماذا من أجل قطعة أرض مرسوة اعترب في منطقة مهاجنة البي في عنابه وقصة معروفة في عنابه يعرفها كل خوصنا في عنابه لما نقول مراد هو العلبة السوداء تعالي قايد صالح وابنه الأكبر بالمناسبة مراد عنده يسمى والد صغير هذا والد والد مراد والد قايد صالح والد في عمره 25 عام يقول قايد جدي لا نقول لكم سخصوا لدينا سخصوا لدينا يحكو لكم يحكو لدينا الامبراطورية خدش علاقين خاوتنا يشوفوا قايد صالح يشوفوا من وراء الشاشة يشوفوا من وراء الشاشة يحفظوا وابغل يحفظوا ربع كلمات يضربوا مع سيمو ويحفظوا في ذلك ربع كلمات يقول ويحفظهم له ويكتبهم له في الورقة ويجب يقعد يربي ويعاود ويضرهم يضرهم يهرد لاجة بابا سيمو هو يحفظ في ذلك ربع كلمات ويكتبهم له ويجمع تعاقيد الأركان ويجمع لهم عندها في وزار الديفا في المديان وما يعلم لا يمكن يحليل ويقعد يحفظ فيهم ويجب يقرح ببع ويجب يجب ينب لي 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 بعد يقل يقل يجب يجب يقل يجب 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 هذا صالح إمبراطورية تأموال يجب يجب يركب لها يركب لها سيوفا الجمال البطع النجوم يركب كل يعمر هنا هو حمار يجب يجب 100 متر مئة متر يجب مجر يقول أن يتب 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 إذا يصل مرة يتب يجب يتب ونطالبه بالمادة 102 ويتكلم باسم الجيش هذي تخلعك كيف تلقى صالحك حسب سخصيك في عمرك 82-83 سنة سألوك انت كيف رغم يبانون لك لجهة الشباب كيف رغم يبانون لك أنا واحد من الشباب كيف رغم يبانون لكم إذا كيف رغم يبانون لكم كيف رغم يبانون لكم كيف رغم يبانون لكم كيف لا نعرفوه كيف تعرفون تخطوه وتخموه وتدلوه قول الخردة المخابرات الخردة المناب بزاف ما يهموني أنا كما تهمني أنا كي أرى أنك تتساب و أطيح نفرح هذا نعرف أن إصابتك في الاكس وعليه ما رد لكمش بزوفكم يكونوا بزوف يكتبوا في الصفحات وكذا 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 ما رد لكمش بس كلا أنا قابض بيكم العبر قابض بيكم الميزان كين بعثون الجماعة يقول القوة طيل فلانية على الديارس قوة طيل فلانية على المخابرات يكتب علي وكذا نقبض بيك العبر كينشوفك تطيح بزوف هكذا نقول اوه يا راي فاللاكس كينشوفك ما تسوه لهم من الدرانجة كينشوفك ما سبيت ما قلتوه لهم هذا ما تفهم ما انت إلا بغال حاكمين بك العبر برك هذا مكان ومليه عاكي تكونوا كينشين حاكا بشدوا بكم العبر برك نعرف ورانا الاتجاه ليرنافل في الصواب ولا مرنش في الصواب المهم جا قل لك المادة 108 بارع كنت شوية عيان كنت تعبان وغيب غيت ندخل في الفيديو هذا كنت تكلمون له هذه الميادة 102 اللي كانوا الناس قاوتنا يسقصوا ويبعثوا وكذا وقد كنت نفهمكم من اخر نقص عليكم من الطريق ديركت بحما ندخلكم في حيات مورا هذا هو نقص الخوتي الطريق المادة 100 او اذنين يعنيك بتعويقة وبتحنيطة يروح هو هو يروح هو خوه وفاميلي هذيك ماتوشي همش المادة 100 او اذنين هذي بيكون على بلكم هذي بات دخلكم في المخيخ خوه وليكي بتعولد الحمام الاخرين ليكي بتعولد الحمام السعيد وناصر هذي ماتوشي عن المادة هذي بس وعما اصلا موريدو يبقوا موريدو عندهم ملفات هم كانوا عشرين عام في الحكومة كانوا يلعبوه عشرين عام كانوا يشدوا في دواصة ويشدوا في ملفات على هذا الخردة على الاركان وعلى الاخرين هم ذاني ديفوايو هم ذاني كانوا هم انتوش همش ذيك المادة هم ما نور معنا هم انتوش قبلوا يضحوا بخوهم هو حي ومخلينها مخلينها مخلينها كيفاش نقولها لكم المهم مخلينها زبلة قاعدها هكا ما تتحرك ما قاعدها هكا قاعد ثم مخلينها ثم وقاعدين للناس العالم يضحك عليهم وعلينا وعلينا احنا ليتهمنا ما نتهمناش هم ولأنهم هم متهمناش هذك فيهم هم نتهمنا احنا كشعب يضحك علينا العالم قاعدين يضحوا بخوهم نورمال يدفعوا البوبال ويبقوا هم فهمتوا يا أخوة؟ يعني المادة 180 التي طبخوها وخرجوها في الوقت الحالي على ما خرجوها من قبل ويقوموا في الملفات يستمروا اليوم بعدما جمعوا كل الملفات وتفاهموا وعرفوا من المستحيل هذا الشعب يقابل ويقابل أي حتى يأتيهم ويأتيهم يمشي هذا التحنيطة والله يأتي للفوتين ويضرب لك 500 حبات عبوب ويقابلوا في الملفات ويقابلوا فيه ويقابلوا فيه من المستحيل إقناع الشعب الجزيري بكل طرق ويقابلوا فيه ويقابلوا فيه ويقابلوا فيه ويذهب إلى الكاجر ويجرى في الكاجر ويطبقوا المادة 112 شغور ويقابلوا فيه ويطبقوا حاكم ويقابلوا فيه ويقابلوا الطابة وهو عبد القادر بن صالح تحياتنا خواتنا فيه في رمشن فيه لمسان فيها الحرار وفيها الرجال وفيها الحرائر هذه العصبة لا مكان لها ولا مكان لها ومكان مع زمان أو حوالو يأتي من كل المناطق هذا هو أحد جاري جاري من تخمارة وهو كريمينال بالخير كريمينال بالخير الله يحرقه الفيتر لا نتخلق فهمنا بالفوحات جابوا عبدالقادر بن صالح من 2002 هو رئيس مجلس الأمه ذلك القرم لذلك جابوا تفليقة جابة هذه النقطة والسعيد كان يدمر فيه بيخليغي في ذلك المنصب هو على البلاء علىه سكوبيه خدمه في أي لحظة يحتاجه فيها والآن رأى خادم للعصابة هذا عبدالقادر بن صالح بيكون في علم إخواني وتكلمت عليه البارح نعود أن تكلم عليه لنا هذا من 2002 رئيس مجلس الأمه هذه مفروق منها يعني مرحيت جابة تفليقة مرحب ثلاث سنين هذا مجلس الأمه يعني لديها 17 عام في مجلس الأمه يعني الإنسان الذي زاد في 2002 أو 2001 يجب أن تعطي لها 18 سنة ثم جاوبها مع سوستع تحياتها مع عبدالقادر بن صالح علينا أن نقبل الأول عبدالقادر بن صالح وعندما نتحدث عن أملكتاءه والقصر الذي سأضعه في الرمشي والصور والبيانات ليس قصر وبرك يقول لك قصر سخصي أخوة الرمشي يقولون ليس قصر وبرك إمبراطورية يجب أن يكون الرومان يجب أن يكون الرومان في السيوفة وفي الأرمى عند الباب يجب أن يكون الملوك زيد كان سافير من القوة الإقليمية في السعودية من 1989 إلى 1993 في المرحلة كانت الإنقلاب كانت في السعودية العصابة في 1992 كان الإنقلاب وفي 1993 كانت تهم خاصة هم الذين كانت همهم ليس الدول الأخرى تهمهم السعودية كانت تهم الأموال وتعطيهم الشكارة التحديات المهمة أخوتي جابوا عبد القادر ووالي يعمل وليًا المهمة أخوتي الانتخاب التاح يعني من موسى الحاج وعندما نذهب للحاج موسى يعنيك بكل بساطة وبكل سهولة يهفو فينا يهفو فينا وردان بينهم بلي ندري رينا نرضعو في صباحنا يعني بينهم بلي معلبناش موسيقى واحد بالعربية قال لك يا امير عندي شخص وانا نحوص على القصر اللي في الرمشي شكون مولاه نشكرك هذاك تعال حاج عبدالقادر بنصالح وبنتو حكيت عليها البالح وانا اعود لكم بنتو حتى نحط لكم تصورتها بعد مكش مشكلة لاننا ربما في يومين الايام ومن تمناوش احنا باش نزوروها احنا باش نزوروها في باريس حتى نتمنوش باش نزوروك ثمك مع عارفين اعلى عشان نحضر في هذا الهضر حتى نتمنوش باش شعب الجزائري يزوروك في يوم الايام احنا باش نزوروك في البلاد حتى نزوروك مش في الخارج هذه مرتاح بنتا تخدم في اوبيرا خوتي اللي يحوس عن المعلومات كان بزيف خوتي اللي يحوس عن المعلومات وانا اعطانهم معلومات ما هو الهضر في باريس تعرفوا اوبيرا العشان في اوبيرا تعرفوها ثم سقصي على مادام صالحي تخل عند الباب كل مادام صالحي وهي هنا حتى تحويس على رجلها تحتاجه او عفسه او انصي جامي يكون عندك معه صوالح او اذهب للصفارة العامة في باريس ماذا يكون عندها موظهرة تم دخل تقصي عليه توقعه كيف مشكل هذا هي كيف نواضحه او قادر بن صالح قادر بنصير و توقعه ها هي اللي بويت نقولها لك اما القايد وكلفة الاركان ولاده تربقولها جد باباها ولاده تربقولها جد باباها و نظل هنا انا شفتها بعين عادل في الصانجيليزي هذا العين يكون لها الدود ما هذا العين يكون لها الدود شفتوا في الصانجيليزي و الاباة اللي بيتفرج الفيديو عادل بما انا نحكو عليك وصله لك الجلو توقعه تلك الشارة والمارة و تخرج من البرطابة تلك الصانجيليزي و توقعه واحد و توقعه 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 اليوم و يدفعوا على أولاد سيادهم يقولون امر الجيش مؤسسة الجيش خط أحمر و احنا و يكونوا الوحيدة و نحن ندفع عليهم و لا نزالوا الوحيدة توقعه و يكفيكم ان سيادكم توقعه وراء دماء الشهداء لطيلة عشرات السنوات و هم ينهبوا في اموال الشعب باسم الشهداء و يرحمهم اليوم توقعه ان تم امر الجيش و يقوله مؤسسة عسكرية رأي الجيش كرام عيشين ويشوفوا العناصر للجيش هذا يسمونه مرتزقة ليس جيش هذا الجنرال مهم إلا مرتزقة الجيش الحقيقي هم أبناء الجزائر العميقة الجنود والكبرانات والسراجن تخبّوا موراهم وتسرقوا ومن بعد فتحوكم تخبّوا موراهم ومن بعد فتحوكم تخبّوا موراهم أتكلمتكم اليوم على سيد ظريف سيد ظريف 200 مليار من هوبا نحكي لكم هذه المصادر الخاصة في السيامي وفي الأملع الزكري السكنة تماما من الجيش ليس سيد ظريف هذا الخرطة تدير هم كي تكون بغي تدير كما نقوله حنا تبغي منبسط الخوتي بيفهمه كي يكون كاين بغي العسكر جيبونهم الخضراء وجيبونهم كذا وجيبونهم كذا ماكلة والتنظيم النظافة وهذا الجريزيل وتع كلها وتع الإدارات وتع البيراوات كل واحد مختص في حاجة ولكن ألاف التمويل تأتي الجيش فيما يخص الخضر والفاكية ومساكي مالي سوف تنمسك يكون كاين صفاقص كاين مرش يمتو يجبون يقومون يديرون يقومون في هذا المسابق يقومون 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 يأخذون يجبون يلاحظون هم يدو الأقل اللي مهوش طالب بزاف شون بروكي هدا القرلو مش يدو باب هدا قرلو إيركتروني هم يدو الأقل اللي مهوش مغلي عليهم اللي ماشي بروهيتي هذي باش نفهمكم إما لا في الناحية العسكرية في وهرن دور بلافو بلافو شكون شركة شكون شركة تحت الرعاية السامية البيدود القايد صالح الشركة الرسمية الممولة اللي غد نجبدوها شوفوها معها قدامكم بتصاوير كان فرق بين الأقل السعر اللي حطوه وجماعة القايد 300 مليعة صدق أبوك لحواش بوك سأعطيكم بالأدلالة هذا ما عندهم هما ويكذبونها ماشي مشكلة عشك يكذبونها لعندي لهم الكنترات 300 مليار في الخضر فقط لسنة 2019 ماهو الألوية اللي هدرت عليهم كتبتهم وضريف اللي حطيناه المشكلة ودى القايد صالح وليه كيف رأيتها وفايدا يدخل فيها حتى الصواب لا تستمع بها القضية وها عندك تبع 300 مليار اللي كانت تدربة لك رأيتها تبع عندما تدربة لك وإنما أسمع لك القايد لا تستمعوا لك لو انت لم تكن بايدا 300 مليار سوف تدربة لك المهم المهم بالتعليم تكارثة العظمى ان واحد من الممولين مئة منذ حوالي أكثر من ثلث شهر الله يرحمه ممول عايز سيس كافي سطيف المهم هذا الممول يا خوتي مات وما زالت الفاتورة تمشي وما زالت تمويل يمشي لماذا؟ لأن جماعة لدي سياسة المديرية المركزية لأمن الجيش جمعتها لنشركة معاه وسي ضريف جريك فهمتوا كيف يتمشي وما فهمتوا يا شبيب الجزائريان راكم تفهموا هذه حكيت لكم أنا على وحدة فقط في الخضر ونذهبوا لنا أضافة كوالد يجبوا كل يزيلوا وكذا وكذا فيدالفاتورة تضربك أضرب الفير مبلع الساس وجي اليوم يتكلم لك على يتكلم لك يحب يزعم يلعبها لك يدافعوا لك على خاوتنا الجون ودوكنا تحبوش الناس ما تخباو جميع العسكر العسكر الأموالها من هو وميزانياتها من هو وميزانية حتى بشروا طائرات لنقل الجيش كيف تكرون لهم المتصلي لأن الأموال ميزانية ضخمة طرت هذه هي حقيقة الجينيرالات المرتزقة هذه حقيقة من يدافعوا عن الجينيرالات ويتخباهم مور العسكر تخباوش مورها أن الشعب ليفعكم ويعرفكم ويعرفكم قاعد عفصة داروك ونعيد من أول يوم أن معركتنا هي معركة تحرير الوعي هذه المعركة تحرير الوعي عند السيفيل مدنيين خاوتنا تحرير الوعي عند أفراد الجيش خاوتنا كذلك حتى يعرفون أين تذهب ميزانية تحرير الوعي عند المعطوبين لدينا ملفات كذلك سأتكلم عن المعطوبين والمشطوبين كيف تم التلاعب وبشكارة تاحهم الدوهة وعطيهم القزولة هذا يوجع العصابات يوجعهم الملفات والمعلومات المؤكدة والموثوقة يحبك كثير يا برك يصف أقولك ويقولك أنك صحة كثير بسعبات تتجبدنا المعلومات الحقيقية لأنك ستنوضع علينا الطوفان وتنوضع علينا التحقيقات هذه هي هكذا أخوتي بما يهفكم حتى واحد وما يدوغكم حتى واحد خاوتنا الجنود والله ما هم لاحقين كروشهم هذو لم يتكلموا بهم باسمهم هذا العصابة المرتزقة القايد وجمعته وقيدة وجمعت قادة الأركان وجمعت الخرطة والخردة على المخابرات جيبوا نتحداكم وتجيبوا جنود وتعطوا تليفون وتقولوا هتكلم وشيء والمعاناة اللي ركم فيها تحداكم وعطوه الأمان وعطوه الأمان وجيبوا أي جندي من تين دوف من إليزي من بشار من تب البالة من مش عارفنا من بوغار جيبوا من أي منطقة من الجيبة تعبو مرداز جيبوا جندي وعطوه الأمان وعطوه الأمان لا فيكم ريحة الرجلة أعطوه الأمان وقولها هتكلم الحقيقة والله يفرشكم والله يفرشكم لأنهم يعانون ويعانون في صمت هذو كليب بعتوا ليتعدي معقبهم ولسائل عديدة علام سكمسهم القهر مقهورين وما صابوش وين يفرغوا صابوا فقط نافذة عند أمير ديزاد وين حي خوتي لأنهم على ثيقةهم يدروا فيه والحمد لله على ثيقةهم ووصلنا لهم كل صارخة كلها كل صارخة تأخوتي وكل الصور اللي بعثوها شافوها بعينهم بل حطيناها وواجهنا بها العصابة وروحنا جديناها وخبيناها حطيناها وواجهنا بها العصابة هذو الناس بها كانوا يبعثوهم ساكن حتى تمسوا وذروا حتى انهلكوا وجي انتوا واحد خردة كما لقيت صالح خردة تعالجنيرالات ويأتي مفرعة كما لقيت صالح ينهبوا فيه أموالهم وبعد يتخبوا مواراهم ويأتي مطحن تعالج المخابرات يحلو الضوبة بالإلكتروني تعالجهم يقعدوا يسبوه فينا ويقول لك أنتوما يتحلو الضوبة بإلكتروني يقولون لك أنكم راكم ضد الجيش لا يتحلو الضوبة وبان الوقت ويزيد يبان حتى أبناء جنرالات وجنرالات بحد ذاتهم مشاركين في عملية الكوكايين وهما الراعين الرسمين لإدخال المخدرات من المغرب هما اللي يدخلوا في الزطلة من المغرب من كتامة ومن غيرها هما اللي هربوا فيها على الشريط الحدودي تعتونس وغيرها هما اللي وصلوها لحتى العمق الصحراء هما اللي كملوا إمبراطورية أعمال فاسد ويأتي تخبه ومرزوه لا لأن قبل ملقيتوش اللي واجهكم من الفات ملقيتوش اللي اصدام فيكم ديركت كيمة تجيري عليها بغتتوشوا شواكر هرنا خرجوا فيكم وفي بناتكم قاع مشيغنتهم بناتكم ووليتكم ووليتكم ونسيكم اللي يميت خيستي بقول لاش اللي تجيبها اللي تقبضها المشينات حزده والله واحد ما يسلك ها قربها تبانو الحقيقة تبانو الحقيقة ولموت موت وحده مهم تبانو على الحقيقة الموت موت وحده قال لك الرجال تموت خطرة والضحاحنة كما هات المرخص اللي يموتوا مئات خطرة كل يوم يموتوا أما الرجال يموتوا خطرة فقط يموتوا شمية هذه هي اما في هذه قضية الدوباب الالكتروني سقصها ومجمعها حول الدوباب الالكتروني اللي كان قلهم عدلان من الله في الاول قلبي اللي كوني نافوا السراق هذك ديفوايو كوني نافوا لهيو نهب في البونوك ويهرب في الشكارة ويهرب فيها الامارات ويهرب فيها الفرنسا والماريكان ويهرب في الدوباب الالكتروني ويجب زوج درير يطيهم زوجتها بيسيات ويقولهم هكما كتبوه تعليقه وكتبوه كده ماناش اغيول السراق حداد وهذه الجماعة ممشتها احد الاخر لديه الشكارة ديلك تبل ملايير وقلع بها محاوزتها الدوباب لا مشي دوباب المهم عدلان تصل بي البارح بالمناسبة وانا انا انسان شفاف ما عنديش مندس نهضر ديريكت نهضر في اللايف ما قبت واحد في قهوار ريح ندلح كيله ولا ديريكت في اللايف تصل بي وقال لي بللي حقيقة كين نقيب وانا كنت تعاطيه المعطايات وانقولها انا قدامها مش مشكلة كنت تعاطيه المعطايات وقال لي كين حقيقة نقيب في المخابرات هو المشرف الحي لاننا نحن لا نتكلم من اجل ان نتكلم نتكلم في اللاكس نقيب في المخابرات اسمه الحقيقي هو راشيد والمدعو بسيرنو هو ميتمشقع بسيرنو كيما هو الدلغومي اسمه المستعار هو مورادن قص قرمض قص قرمض قص قرمض وبرحق لها ووجع الى جدة الصواب بعد ما تحقق او شيء من هذا القبيل انا نكي قلت هامر هذه الدوبة بالالكتروني لاننا نعمل في الخفاء شو كيش بدنا لهم ورد ويسبو ياهو ياهو دبوكم شو اندي يدل الشميات قد خربهم في شواكرهم هذه هي خوتي تحياتي للجميع وربي يحفظ خوتينا وربما 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 بلك في غلطة او في عفسها او ربما حتى محاولات مخابرات من اجل استحماره ربما غلط في غلطة من هذا الناحية من هذا الجهة حتى لا نتهمه على المباشر ولكن انا لو كنت أقول لكم بابا بابا يولدني بابا يولدني بابا يولدني بابا أخويا أمي جديمان لقد وضعت قضية مبدأ وقضية صحبة وخوة وبن عميس كما صحبت في الأقل وقامة أقرب الشقة الإنسان شاد في المبدأ تحت ليك ملاله هذه هي خوتي تحية لكم جميعا أينما كنتم أحبكم في الله ويتجمعوا بيننا القضية وحب الوطن ولفيا الخير بيجيبها والأهم لا تدحم يستحمروك بالمادة 102 لأنها تخدم العصابة خدمة لا مثيلة لها والآن يحاولون الترويج لهذه الميوزوج وماش عارب كيفاش الجمعة مارا نشطة لكم طرحلو قاع ما تجيب لي لمدة ميوزوج لمدة 4 ملايين لمدة 7 ملايين لهم يحزنون هذي طرحلو قاع نظروك ما نحرفوش وما نشقاريين وقاع الجزيرين ما نفهموش وكل شي ما تجيبونا حتى مادة المادة التي نفهموها هي ترفضوا الدوزان وتقلعوه لا تجيب لي قانون لا تجيب دستور لا تجيب لي مادة لا تجيب لي خشين لا تجيب لي تلعب هذه الوقت تلعب لي في ذلك القانون الذي قدرتون أنتم والدستور والدستور يخرج عليكم يجبون أنتم حاجة تخرج عليكم أنتم في ميسك ستكتبون دستور يخرج علي الشعب وكل برلمة التي تجيبتوه فيه فوزية ونعمة ونعمة وزبلة لا تجيبون ما تجيبون لا تجيبون في ذلك برلمة لا تجيبون لا تجيبون لا تجيبون لا تجيبون لا تجيبون لا تجد لا تجيبون لا نحن لك لا لدينا الوقت لا لدينا الوقت للتحليل سوف نقول لكم ما خرجتش علينا مدينة يبقى فيكم واحد قط يبقى فيكم ما تخرج علينا لا تخرج علينا حاجة التي تخرج علينا ترسدوها باكتاش كما تخرج بيكم بالخردة لأخرى بالتوفيق لي خرج هذا كل كل الخردة تذهب كل الخردة تذهب بجدد الكائن بجدد الكائن بجدد الكائن الحمد لله كان وسائل إعلان بديل لأنه وصلتها للشعب بجدد الكائن بجدد الكائن هذه المدنة التي تخدمنا لا تنجيلها كثر الخيركم وحمد والديكم مع لي جسدي وكثر الخيركم هذا الوقت في البطحة الوقت في البطحة هذه اللي نقولها لكم من غير هذه المدنة يودي والله لنا سمعين بواحد فيكم والله يبقى فعر ما رأنا قابلي تعاد الإمام تعاد الإمام لن نقبل لن نقبل قبل ما تهدرون لن نقبل تعاد الإمام تعال لن نقبل تعال لن نقبل تعال لن نقبل هذه اللي نقبل تنقصوا الطريق على رواحكم وبعد أن تعيوا في رواحكم وتعصروا في ذلك المخطع وتعصروا في ذلك المخطع وتعصروا في ذلك المخطع ويجبون لن نقبل ويجبون لك خبر عاجل وجه حمار من الحميرة قابلنا في تلفزيو ويجبون لن نقبل لا تنقلوا خبر عاجل رأيت صالح وجمعته سرقناكم منذ قرن وسبعمائة عام لا تنقلوا هذا الخبر عاجل لا تنقلوا هذا الخبر عاجل لا تنقلوا لا تنقلوا لا تنقلوا تنقلوا لا تنقلوا لأوت حركي تقول لها تعود لهم جديد تقول أنت سرقت مرتك سرقتها الرجل وطلقتها وجبتها ورقك ورقك حركي وغتلموا الناس بكريه في البيض هذه إشتوارها لا أستطيع أن نعودها ونحب أن نعودها أفكروا وفي أي فيديو يدي حقا منه وهو أصلا حركي ومرتها سرقت كيف لا يسرق هو مرة سرقا الرجل كيف لا يسرق أفكروا ليس له ونحبتها وعندها ونحن الضعارة ونحن تحسب لها ونحن تكمل العدة ونحن تكمل العدة ونحن تدفع ونحن تحرك ونحن تأخذ قاناة الدعارة مقعد للضاعرين وما لم تكن الدعارة صحفيات وصحفيين ومراسلين والتحرير والتقنيين ومكانت ضعارة يحاولون عليهم في أماكن ضعارة يقول لها تخدم صحفي ويقول لها لا يوجد ضعارة يقول لها لا يوجد ضعارة يقول لها يدخل تخدم هذا هو القصلي أعجب بوزمارن اللعبة التجهيدة مع قاعد العالم ومع اسطنبولي قصتها ومانيش بغي نتكلم عنها قصتها من بوزمارن مع اسطنبولي والميرفات وكذا هذا من بعد ونأخذكم ونضرككم وراء الحيطة لا ننسي لا ننسي لا ننسي مئة قرن لا ننسي منذ عامين ولم ننسي هذا هو قصة بوزمارن هذا هو قصة بوزمارن من العيشة لتلعبها بالحجاب ومثلت منها ومثلت تكلموا بالتقق وماذا تكون على 6 سنين ومتحفظ فيها آية كريمة وتحفظها وتعاودها 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 وحبا لا يستفهم ولا يستفهم ومثلت سرق يستخدم الأموت على الخاطئ التي كان لزوج الناس الفائدة فوحة لم ننسي ومثلت فوزمارن قررد من المحامة المحامة ثاني يجبونها الفائدة مصورة الضعارة اللي يكن يرضى الضعارة في بعض وليس عارفهم لا يزالون ايضا يزالون ورواحهم ليس مشكلة ونرسوا ليس كما نصحون يتحرك يجبهم سوف يطعهم يجبهم لناس على داخلها هذه بوزمارن نوجد ميلوش هاها بوزمارن وأسر لك التي مازلتها ثم لا تحشمه ثم لا تحشمه سوف تحبسه لا تريد باني في الكاميرا سوف تجد باني دعني نكملهم مع هذه المادة ثم نكمل مع السيسة يجبون القناة للقناة ونقوموا ببزقوا عليك وينما تجد بزقها في الداخل تشبع بزيق وفي الخارج سوف تريد بزيق سوف تنخام ديرك سوف تريد أن تريد من نخمة على عينك هذه الجالبة تبقى فوحة لأنك ابن حركي وحافية حركي ولم تهمني بأنك ابن حركي هذا ما تهمني بأنك حركي تهمني أنت حركي أنت حركي و أنت رخيس هذا ما تهمني هذا السؤال المطلوب كيف تذهب إلى العصابة؟ بل أن تلعب على الأوطار منها ورح سرق على هذا الفيديو وصفوا هذا الفيديو في هذا الستة وحامدك ودعو هذا الفيديو الذي أضعه كانت تحكوة الفيح تحكوة الفيح تحكوة المصنن ودعو هذا الفيديو وضعه ودعو أنت ورشيد تحكوة المصنن تحكوة المصنن لقد تحكوة المصنن ودعو هذا الفيديو قد يقفت تحكوة المصنن ثم تحكوة ثلاث سنين يجدتكم تروازون قريبا انا عجفان تكتل الرخ 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 احتفشلت ومازال ومازال النفس ومازالنا صغار يجدكم مازالنا ندق دقوب خوتي توحشت القصرة معكم ان شاء الله بطريق تحت لي و لا تحت لي بطريق توحشت القصرة معكم وان شاء الله مواصلون 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 وبالك يهب فيكم بالمدى 102 لانها فخ من افخاخ العصابة مثل الفخ دع المرادية اكيان هذا الفخ اكيان عدة افخاخ كل ما يخرجوا فخ فذ نسيني يا اخوتي ربي احفظكم الخوائي لما كنتم خياتي اموتنا لما يتبعوا ابواتنا ربما بنادمي مع النار كيشوف هذا الكلاب المرتزقة ربما يضيفه يهج يسخن من راسه ولكن ساعة 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 لا غلطنا ولا سمحونا وهذا هي ربي احفظنا ودي معقابهم وطرح الوقاع مادة واحدة وخرى ما تخدمنا هو رحي لكم جميعا يا ايها المرتزقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي معقابهم اشتركوا في القناة